زار سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم اليوم إحدى المدارس الثانوية بمناسبة بدء الامتحانات الوطنية لطلبة الصف الثالث الثانوي والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع هيئة جودة التعليم والتدريب حيث اطمأن على سير هذه الامتحانات مشيرا إلى أنها تأتي ضمن الجهود المشتركة لتنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب كما أن الوزارة تنفذها منذ سنوات في إطار المراجعة المستمرة لخططها التطورية للمناهج وطرق التدريس والمشاركة في الاختبارات الدولية والعديد من البرامج التقييمية حيث تسعى الوزارة لتشجيع الطلبة على التعامل مع هذا النوع من الامتحانات بالجدية اللازمة التي تعكس مستواهم الحقيقي وبينا الوزير أن الوزارة تهيئت كافة متطلبات إنجاح هذه الامتحانات من إعداد وتدريب للطلبة والميدان التربوي للتعامل مع هذه الامتحانات باهتمام كون الوزارة تقوم بمراجعات مستمرة لبرامج التدريب وتطوير المناهج وقال الوزير إن الوزارة ستعمل مع الهيئة لتنفيذ الامتحانات الوطنية لعدد من المواد من قبل الهيئة مستقبلا كما زر الوزير صف الدمج الخاص بطلبة هذه المدرسة واطلع على تجربة دمج الطلبة الصم التي تنفذها الوزارة ضمن سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير معلمين مختصين في لغة الإشارة يتولون شرح المادة التي يوضحها أستاذ المادة في الفصل الدراسي وزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على إنجاح هذا النوع من الاختبارات لأننا نعتقد أن جهود وزارة التربية والتعليم تصب بشكل أساسي على تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب الذي يتضمن العديد من المبادرات هدفها أن تتنسق وتوحد وتتكافى جهود وتتضامن جهودها وتتكاتف بهدف أن نصل إلى كل ما ننشده من تطوير التعليم والارتقاء بتحصيل الدراسي للطلبة لأن الطلبة بحاجة أن يولوا هذا النوع من الاختبارات الأهمية لأنها في الأخير تصب في مستقبلهم نحن نسعى أن نسير معاً وتضاف الجهود مع هيئة الضمان الجودة بحيث أن عندما تنتقل هذه الاختبارات إلى هيئة الضمان الجودة أن يكون الطلبة مهيئين لهذا النوع منها ولذلك قمنا أيضاً هذا العام اختبارات تجربية لمزيد من التقييم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر